مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج علنا ضيفي لهذه الليلة رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالموانئ النائب ياسر الحسيني مرحبا بكم سيادة النائب أهلا مرحبا بكم قناتكم وبعضكم الله يحفظكم الاسم الذي باتت تعرف به اللجنة من البداية هو يبحث عن أوضاع الموانئ فيه من البداية فيه اتهام اللجنة التحقيقية الخاصة بشبهات الفساد في الموانئ ماذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة أشكر لقناتكم ومفاركة هذه الاسطدافة صحيح هو الاسم يحمل اتهام مباشر كون اللجنة شكلت على أصل بيان أطلقناه داخل قبة المجلس النواب في جلسة من جلسات مجلس النواب مخصصة لتعزيز دور الرقابي وكان البيان مبني على وثائق وأوليات وكل هذه الوثائق وأوليات تثبت وجود المخالفات تهدر من المال العام قرابة 20 تريليون وأكثر لذلك طالبنا رئاسة المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية حول الموضوع لغرض اطلاع المجلس النواب بكل تشكيلاته وكل صنوفه وكل مكوناته كل الحقائق اللي وصلنا لها بالفعل شكلنا هذه اللجنة مكونة من الطيف السياسي العراقي بالفعل مضينا باتجاه أعمالنا ولكن صادفنا الكثير من الضغوطات لماذا لجنة نيابية؟ أين الأجهزة الرقابية سيارة النائد؟ أكو ديوان الرقابة المالية أكو هيئة النزاهة وأكو جهات رقابية أخرى سيدة الفاضل أخلي يكون معلوم الجميع دور المجلس النواب هو تشريعي ورقابي القسم الآخر من دور المجلس النواب هو الرقابي اتكأنا على دور الرقابي على معطيات وتقارير الأجهزة الرقابية الأخرى اللي هي ديوار الرقابة المالية نعم وذهبنا إلى ديوار الرقابة المالية وطلعنا على كم التقارير الموجودة زادت النقاط اللي احنا شنا مشخصينها هذه النقاط اللي يعني وفق المعطيات اللي عندنا زادت ما قلت يعني زادت الهدر أكثر مما يعني التقارير اللي شفتوها بالأجهزة الرقابية دفعتكم لتأسيس هذه اللجنة؟ تأسيس اللجنة نعم والمضيء بأسرع على اعتبار هذه التقارير لم يعتد بنتائجها لأهميتها ولخطورتها ولم يعتد بنتائجها القضية الأخرى أن ديوار الرقابة المالية هو يتبع إلى مدلس النواب العراقي مدلس النواب العراقي لابد من الإطلاع على تقارير الدورية لكل الوزارات والهيئات العاملة من ثم يحدث الملاحظات اللي شخصها ديوار الرقابة المالية لغرض المعالجة واللاحظ الجهة هذه عالجت هذه الملاحظات لو ما عالجتها إذا ما عالجتها يقول الأمر إلى مدلس النواب لغرض يعني إجراءاتنا كان عدكم شك بكل هذه الإجراءات من قبل الجهات الرقابية الأخرى اللي مارست عملها ودورها في قضية الموانئ؟ يعني احنا شكوك ما نقدر نشك بالآخرين ولكن هناك اللي جان شكلت على هذا الموضوع وهنولك أعضاء مدلس النواب لدورات سابقة ودورات حالية عملوا على هذا الموضوع بأسئلة نيابية وإجراءات وغيرها ولكن وللأسف كم الضغوطات اللي تمارس هي يعني كانت كفيلة بنجاحهم وبنجاح مهام الضاغطة في إخفاق ومنع المضيب التحقيق على طاري الضغوطات رئيس الموانئ كان عنده اجتماع مع عدد من النواب في الشهر الماضي في شهر آذار لماذا لم تكن حضرتك معهم؟ يعني ما عرفوا هذا الاجتماع احنا ما دعينا إلى هذه وحدة الثانية الاجتماع أصل الاجتماعات أو زيارات السادة النواب إلى المواقع العمل يعني غير ممنوعة أما زيارة طبيعية قضية لجنة اقتصاد والصناعة والتجارة لجنة الاقتصاد تنظر بكل التعاقدات اللي موجودة تجريها الحكومة العراقية داخل وخارج البلد ننظر للجدوى الاقتصادية من هذا التعاقد لما نلاحظ أكو خلل بالجدوى الاقتصادية وعدم مطابقة مع الأصل العقد وعدم وجود جدوى اقتصادية يكون هناك هزر بالمال العام يعني احنا من نجي نشخص هذا الخلل لا بد أن نحتفظ به ونمضي بإجراءات قانونية السادة النواب اللي حقيقة ذهبوا هم اختصاص أغلبهم اختصاص فني وإداري على اعتبار لجانة اللجنة النقل اختصاصها فني وإداري لجنة الاقتصاد تنظر بالجانب الاقتصادي بكل المشاريع الاقتصادية لدى حضرتك قول صريح أن مدير الموامل فرحان الفرطوسي يستهتر بأموال العراق ولازلت ما هي المعطيات اللي لديك اللي خلتك تتحدث مثل هكذا هي المعطيات ذاتها اللي أثبتت لمجلس النواب بيها وجود هدر عشرين تريليون هدر عشرين تريليون مو بس استهتار هذه جريمة تضاف إلى يعني الاستهتار مرات بيها مجال نبو بها يمين أو يسار أو نقول لا الجريمة بحق الشعب العراقي وبحق المال العام وبحق حقيقة بحق حتى أبنائنا وأحفاظنا وأبناء الشهداء الأيتام وحتى أجيالنا اللاحقة قلت هناك ضغوط كبيرة تمارس على اللجنة فيما يتعلق بتحقيق في قضية فساد الموانئ من أين هذه الضغوط تأتي؟ الضغوط سياسية كتل سياسية وضغوط حكومية وضغوط شخصية علاقات متنفذين ربما مستفيدين أكيد مستفيدين أبداً ما يمارس هذه الضغوطة ما لم يكن مستفيدين وضغوط إلى أناس مغرر بيهم يعني ما يعرفون القضية شنو تحيتيات التفاصيل يعني هذا كله فييجي يمارس الضغوط لحد من أداءنا وعملنا ويقوّر من عملنا ولكن إن شاء الله الحمد لله تمكننا أن نؤد الكثير من هذه الضغوط وما رعينا أهمية لهذه الضغوط على كمها وكثرها ومضينا بإجراءاتنا والحمد لله قلت إلى جانب الضغوط هناك من يحاول عرقلة عمل هذه اللجنة من برأيك يحاول وهل فعلاً تم عرقلة عمل اللجنة في الحقيقة هي محاولات شأنها شأن الضغوطات التي طالبت بحل اللجنة الضغوطات طالبت بحل اللجنة ضغوطات طالبت بإقصاء رئاسة اللجنة واستبدالها برئاسة أخرى الضغوطات طالبت بتغيير عدد من أعضاء اللجنة واستبدالهم بأعضاء آخرين كل هذه الضوطات حقيقة هي هدفها واحد بس تسويف عمل اللجنة هناك لجان شكلت في الأمان العامة لمجلس الوزراء أكثر من سنة عمرها أكثر من سنة ولجنة شكلت بوزارة النقل شكلت يوم 2-3 2023 لم يصدر منها كتاب إلا يوم 9-4-24 لجنة شكلت سنة وشهر لم يصدر منها إلا كتاب واحد هذا يسأل عنا رئيس اللجنة اللجنة قررت استضافة مجير الموانئ داخل قبة البرلم هل فعلا ستتم هذه الاستضافة وهل سيحضر سيدة الفاضلة يعني ماكو أحد يعلى على مجلس النواب هذه واحدة وإن كان لا يحضر فهذه إضافة خطيرة بعمل مجلس النواب وعمل الحكومة والارتباط ما بين السلطات متى حددت وقت الاستضافة؟ يعني كان من المفترض أن يكون يوم أمس هو الاستضافة أرسلنا كتاب واضح وصريح وجاوبنا سيد وزير النقل وطلب من عندنا الإمهال لفترة على اعتبار هناك بيانات طلبناها فالبيانات تستغرق وقت أمهلنا الوزارة لمدة أسبوع كامل لغرض تجلب هذه الوثائق ونضي بإجراءاتنا التحقيقية حقيقة لن ننثني ولن يكون هناك مماطلة من قبل الشركة العامة يعني متروكة أو مهدورة الحق يعني هذا الموضوع يعني من تهم عنده عازمين عليك؟ إن شاء الله في حال لم يحضر ما هي إجراءاتكم؟ لا عندنا إجراءات خلال بعد نذهب إلى ستجواب الوزير جميل أحد المحللين في أحد القنوات يقول أن السفيرة الأمريكية تتدخل بعمل مجلس النواب وتتصل بأحد الأطراف داخل مجلس النواب من أجل إيقاف التحقيق بقضية الموانئ هل هذا صحيح؟ مو بس السفيرة الأمريكية إذا السفيرة الأمريكية على السفيرة الأمريكية مكدور عليها لكن أكبر من السفر لا يعني حقيقة ضغوطات أخرى موازية للسفيرة الأمريكية وضغوطات داخلية كذلك تمارس على إيقاف هذه اللجنة وتسويف عملها والمضي بإجراءات تسويفية وإجراءات حقيقة لا تغني ولا تسمن وتبقي الحال الهدر الحالي الفعلي المتحقق أنا بس أسأل وأصلت الضوء على القضية واحدة أن السفيرة الأمريكية تدخل بفساد مدير عام بوزارة معنية داخل العراق أمر خطير والأخطر ما عنده هو الأجندة التي تتبعها هذه السفيرة بإدارة ملفاتها هي ملفها الدبلوماسي عليها أن تحترم وجودها الدبلوماسي وأن تتحرك وفق الأطر الدبلوماسية وأن لا تعتبر نفسها هي رئيسة جمهورية العراق نحن نحتاج شوي تفسير من حضرتك سيارة النائب مثل ما تفضلت حضرتك السفيرة الأمريكية دورها دبلوماسي طيب نحن فهمنا أنه هناك ضغوطات هناك من يحاول عرقلة عمل لجنتكم من المستفيدين داخل العراق السفيرة شنو علاقتها بقضية فساد مدير الموانئ يعني مدير الموانئ كان له الفضل الأكبر بالمضي برؤية الأمريكان أن تتحقق داخل العراق كيف؟ الابتعاد عن المشروع الصيني ومشروع الصيني واضح المعالم مشروع الحزام والطريق وبالفعل أول خطوات اللي خطوها كانت فيها خطوة حالة مشروع ميناء الفاول كبير إلى شركة دايو وشركة دايو معلومة المصير ومعلومة الإجراءات وكل هاي التفاصيل اللي مضت وأقصوا وأهدروا العرض الصيني اللي هو كان تقرير ديوان الدخاب المالية أشار له بشكل واضح من هو أفضل العروض وأفضلها وأنجحها للعمل به للأسف هذا كان بالضغط من السفارة الأمريكية كذلك مع كل هذا أين دور الجهات الحكومية المسؤولة عن كل هذه التفاصيل؟ يعني معقولة مدير عام هو متحكم بكل هذا؟ ماكو فوق جهة سلطة عليا يرجع لها؟ يعني أعلم يتصرف بحرية؟ نعم يتصرف بحرية يتصرف بحرية من أعطاه هذه الحرية وهذه الصلاحيات المطلقة؟ هي نفس الجهات الضغطة بهذه الفترة لحل اللجنة هي نفس الجهات سياسية دولية هي نفس هذه الجهات لا تزال هي تمارس الحفاظ على مكتسباتها بهذه الشركة وهي أهم شركة وأخطر شركة بعد شركات النفط بالمناسبة إذا ما مضينا باتجاه هذه الإجراءات وتسوفنا وهدرنا الحقوق التي مذكورة بتقاريرنا وحتى ببياناتنا التي نتحدث عنها والبيانات المتوفرة عندنا ستكون موانع العراق في خطر دولي أضو لجنة النزاهة النيابية النائب علي تركي يقول أن مهمة اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن فساد الموانع قد فشلت في عملها وصلكم هذا التصريح هذا الأمر؟ والله أنا شاهدت بالإعلام بحقيقة ومتعدت على الاعتبار هستونا بدينا بعقد اجتماعات وهستونا بدينا بأول خطواتنا وتهمنا بفشل وين الفشل بالموضوع؟ نحن فاتحين إلى هذه اللحظة 16 جهة 16 جهة مسؤولة عن أداء عمل موانئ وارتباطها مالياً وإدارياً وتدقيقياً وغيرها على العكس نحن رحنا الديوان الرقابة المالية سمونا ممثلين سيد رئيس الديوان مشكوراً سمى ممثلين عن الديوان بدرجة مدير عام واختصاصه واختصاصه حسابي ومحققين ومدقيقين عفواً في مجالهم وذهبنا إلى التواصل مع سيد رئيس هيئة النزاهة كذلك أبدأ استعداده شلو نوع الفشل اللي أصيبت به هذه اللجنة هذه اللجنة يراد لها الفشل ولكن هيئات إن شاء الله اتفاق مجموعة موانئ أبو ضبي مع موانئ ميناء الفاو والمنطقة الاقتصادية بشكل عام والاتفاق مع دولة ودولة أخرى ما علاقة الفرطوسي بهذا الموضوع؟ هو عراب هذا الاتفاق الفرطوسي عراب بهذا الاتفاق وهو اللي مضى بالمشورة مع الجهات الضاغطة والمستفيدة من هذا المشروع يذهب العراق ويرمي بأهم مورد اقتصادي بعد النفط والموانئ يرميها بأحضان الجانب الإماراتي والجانب الإماراتي هو منافس للعراق يعني مو من العقل ولا من الجدول الاقتصادية أن نذهب ونجعل شريكنا بالموانئ أو مشغل للموانئ هو منافسنا الأول بعض النواب يقولون أنها هيمنة إماراتية على الموانئ العراقية بس بطريقة أخرى هو هذا الواقع للأسف هو هذا الواقع يعني أنا بس أسأل ياريت يرجع الجميع يرجع لتاريخ الموانئ العراقية اللي أسست وأنشئت بـ 1919 موانئنا وموانئ أبو ظبي أسست بـ 1970 يعني الخبرات عندنا 50 سنة نحن نتقدمين عليهم بخبراتنا ومهندسينا وكفاءاتنا وللأسف اليوم طريقة إدارة هذه الموانئ إدارة الموانئ كانت إدارة خاطئة ولازلت شخص هذا الخطأ ولازلت أؤكد على هذا الخطأ هو جريمة بحق الاقتصاد العراقي على اعتبار أن نحن ما تركنا أمر من أمور الموانئ وفعالية من فعاليات الموانئ إلا أن أحلناها إلى عقود تشغيل مشترك وعطلنا هذه الخبرات والكفاءات وسألت يوم من الأيام مدير عام قلت له ليش أنت ذهبت إلى أتمة أو تعاقل مع شركات تشغيل مشترك وفيما يخص الأتمة وفيما يخص النظام الإلكتروني قال لي أني عندي موظفين ما يعرفون أنا أدزهم وأصرف عليهم ملايين الدولارات دورات ملايين الدولارات خارج العراق ويرجعون لي ما يعرفون في حين هو ما معتدرين بكتاب رسمي ماكو اعتذار رسمي هذه أجندة يتباح المدير الموانئ لإنهاء وإيمات الموظفين والخبراتنا وكفاءتنا الموجودة بها هذا كلام خطير خطير جدا ويتبعها هذه السياسة يتباحها الإدارة العامة لموانئ العراق حقيقة وللأسف يستخدم التضليل الإعلامي والإعلام الرخيص ليس الإعلام الشريف يستخدمها لغرض تلميع صورة الموانئ وتلميع الإدارة في حين أنت تطلب من عنده أوليات تقوم الدنيا وتقعد وما يصلون إلى أوليات أنا الأوليات عدي أنا كل الأوليات عدي هذه الأوليات ما وضعتوها بيد رئيس الوزراء أو بيد رئيس هيئة النزاع من الأصول أن نذهب بهذه اللجنة التحقيقية لتثبيت المخالفات رسميا والتصويت عليه عرضها على داخل قبة المجلس النوار للتصويت عليها كتقرير نهائي لعمل اللجنة من ثم يذهب توصيات اللجنة توصيات اللجنة يحال مثلاً النقاط من أليف إلى النقاط تحال إلى الحكومة التي غرض النظر فيها إقالة وغيرها وأمور من الأخرى كان يكون للنزاهة للنظر فيها الأخرى للوزارة التي غرض كل نقاط وكل إشارات يعمل بها المشكلة بها ما لدينا مشاكل؟ المشاكل وأنا حتى من منبركم هذا أوصل رسالة إلى سيد دولة رئيس الوزراء على اعتبار أن المدير العالمي الموانئ يتسارع ويتسابق مع اللجنة التحقيقية لإجراء عقود حقيقة بعيدة كل البعد عن القانون وعن الجدول الاقتصادية هسه ويتسابق ويانا بهذه الفترات ويطلبون إمهالات ويطلبون غير إمهالات لغرض إجراء عقود والعقود تلزم الحكومة يعني بمئات الملايين الدولارات تزديد لا إذا ما كانت تريليونات الدنانير تلزم الحكومة الإفاء بها وهذه العقود إذا ما صدقت قضائيا أنا هذا أشيرها إلى سيد رئيس الحكومة هذه العقود إذا ما صدقت قضائيا وصدقت دوليا ثق أن الحكومة ستكون ملزمة بديون للشركات للشركات طويلة الأمة يعني راح يخسر العراق نعم ميزانية العراق مبالغ مثل ما لاحظنا احنا عدنا عقود كانت بعشرات الملايين الدولارات ضمنوا الحكومة وضمننا وخسرنا إلى الآخرين بمئات الملايين الدولارات مقابل العشرات بعض النواب طالبوا وزير النقل بالكشف عن تفاصيل الاتفاقيات التي تبرم تبرمها الموانئ مع بعض الدول نعم هل استجابت وزارة النقل لهذا الأمر؟ طبعا لا لماذا؟ يعني هو هذا اللي يشكل خطر بأن اتفاقيات تبرم وتعد بعد الأمر مذكرات تفاهم وغيرها مجلس النواب هو السلطة الرقابية على أداء الحكومة عندما تستفرد الحكومة بأداءها غير مخترثة بدور مجلس النواب اللي هي إن ولدت من مجلس النواب هذا أمر خطير اعتماد الوزير أو اعتماد المدير العام أو اعتماد الشخصيات الحكومية على أداءهم وعلى مشورة المستشارين الحقيقة الذين يفقدون المهنية بمشوراتهم كثير من أستاذ المستشارين وأغلب أستاذ المستشارين في مجلس الوزراء هم حقيقة الأمر يبتعدون بالمشورة الاقتصادية الحقيقية ويذهبون إلى هدر هذه المشورة وهدر هذا الدور اللي يقومون به بمشورة سيئة يعني تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي وهذه مشكلتها يعني دائمية مو مشكلة فالإجراء بسيط وينتهي لا هذا يترتب عليه ترتيب مالي مو المفروض أكوليجان داخل وزارة النقل هي تقوم بمراجعة كل هذه التعاقدات مع الشركات الأجنبية إذا لقيتوا لجنة محققة أو مدققة أو لقيتوا إجراء متبع حول التعاقدات التي تجريها الموانع العراقية وتقف الموانع العراقية حول هذه الملاحظات وتنظم بيها أنا أطالب بحل اللجنة التحقيقية وأكتفي بإجراءاتهم أبداً الموانع العراقية ترى بنفسها أنها هي صاحبة السلطة وهي صاحبة الشأن وهي صاحبة المال وهي صاحبة كل شيء اليوم الموانع العراقية تعمل خارج نطاق العمل القانوني والعمل الحكومي ومتسلط عليها مدير عام يرى بنفسه هو أعلى من سلطة الوزير جميل نخترى السطر دعني أخذ فاصل نعم فاصل أعزائي المشاهدين وراجعين مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد مرحبا بكم سيادة النار أهلاً مرحباً أنت من المؤيدين إلى الانضمام إلى الاتفاقية أو ما يسمى بمبادرة الحزام أو طريق الحرير وهذا الأمر كما يقول مختصون أنه يتقاطع مع مشروع طريق التنمية لمتبنيت الحكومة بالحقيقة لا زلنا نحن في يعني جانب أنصار طريق الحرير ومبادرة المبادرة الصينية وغيرها على الرغم من معرفتنا المسبقة بوجود موانع سياسية موانع إقليمية موانع أو فيتو ونقدر نسميه أمريكي حول عدم التحاق العراق بهذا الطريق أنا بس يعني السائل عن قضية وحدة اللي أوجد الدول الخليجي العربي هي أمريكا وبريطانيا هي اللي دعمتهم وإيه اللي أوجدتهم مو هي اللي أنشأت هذه الحكومات الحكوماتهم اللي موجودة حاليا ويعني ذهبوا وتسابقوا وتهافتوا وجميعهم جميع الدول يتهافتون ويدفعون من أموالهم المليارات الدولارات لغرض الالتحاق والانضمام بطريق أو المبادرة الحزام والطريق الصينية مبادرة الحزام والطريق أو مبادرة الحزام الاقتصادي أو ما يسميه الآخرين بأي مسميات شتى هي مشروع صيني المشروع الصيني هو إنشاء مدن صناعية ومدن اقتصادية تخدم الدول اللي تنشأ عليها على أن تكون بطريق موازي باتجاه المواد الأولية مصدر المواد الأولية وأقصر الطرق إلى أوروبا وتخدم التجارة العالمية أنا اليوم قلب التجارة بالشرق الأوسط هو بالعراق والرابط ما بين كل الدول ما بين أوروبا وما بين آسيا هو من العراقي يعني أنا ليش أنكر وجود موقعي الاقتصادي وليش أضعف من هذا ولا برؤية من الآخرين أضعف المحور الأمريكي رفض هذا الأمر رفض الأمر هذا بقوة زين ليش ما يرفض على الإمارات اللي هي حليفة لأمريكا وحلفائها والإسرائيل ومطبعة هي زين ليش ما يرفض على الكويت اللي تتهافت وتهرو الورق التحاقها بطريق ليش ما يرفض على السعودية اللي هي بلد ومستقر وانشئت ودعمت وكل هذا الدعم ليش يم العراق لين أكو قضية يعني عدم استقرار سياسي داخل العراق والورقة داخل العراق لا تزال عاملة ورقة وفي الخارج هم مستفيدين من هذا عدم الاستقرار بالفعل يستخدم هذا الورقة إذا ما ذهبت أنت أستبدلك بغيرك إذا ما ذهبت بأي حكومة أخرى إذا ما ذهبت بأحضان المشروع الصيني أستبدلك بغيرك ومثل ما لاحظنا حكومة السيد عدل عبد المهي مثل هكذا مشاريع استراتيجية أو اتفاقيات مهمة ما تعرض ما يأخذ رأي مجلس النوار أو لجنة مشكلة من قبل لجنة الاقتصاد من قبل الجهات الأخرى داخل قبة البرلمان أم تمضي الحكومة به دون الرجوع للكتل السياسية يعني لما يكون عدنا البرلمان قريب على رؤية الحكومة يكون هناك مشكلة أو يكون خلل بالأداء البرلمان يفتقد تقصد هذه الدورة أم الدورة السابقة يعني هذه الدورة هذه الدورة أكثر الدورات التي هي افتقدت إلى يعني جبهة المعارضة لذلك ذهبت الحكومة إلى عقد كثير من مشاريع ولاحظت أن الأغلب الكتل السياسية هي يعني بصمت مطبق شنو الأسباب هذا الصمت شنو نتائج معكاسات على الواقع الفعلي عدنا طرق طريق التنمية وغير طريق التنمية أنا لدي أعرف الجدوى من طريق التنمية شنو الجدوى من هذا الضغط والهالة كبيرة إلى مد أنبوب من البصرة إلى العقبة وإنشاء مصانع بتروكيميائيات في مصر وتزويدها بالوقود العراقي وتزويد الأردن بـ 200 ألف برميل يوميا حقوق لترانزيت وأنبوب وكلفتة ويقارب أن يكون 16 مليار دولار هذه مبالغ كبيرة وأمور حقيقة تذهب بالاقتصاد العراقي إلى المجهول وتذهب بأبنائنا إلى أن يكون يفترشون الطرقات قبل أيام أحد مستشاري الرئيس بزراء يقول لي نحن ذاهدين باتجاه تشغيل الأياد العاملة تعدك 13 ألف درجة وظيفية في مونا ومقصر عطلتهم وسلبتهم من حقوقهم وسلبتهم من واجباتهم مهامهم والنشاطات الوطنية اللي يقومون بها وأوكلت مهامهم إلى شركات تعاقد عقود مشترك وين الجذب الاقتصادية بهذا الأمر وين الأياد العاملة التي تتغنى بأنك ستشغلهم وين شغلهم إذا هو يجيك باخرة ترصف على الموانئ وتلتحق بسكة قطار وتذهب إلى أوروبا وين الأياد العاملة بهذا المشاريع أما طريق الحرير ومشروع الاقتصادي المشروع الصيني هو يذهب إلى إنشاء مصانع وإنشاء معامل وسيكون هناك استقطاب لأياد عاملة أجنبية على اعتبار وفق المعطيات اللي موجودة والمبالغ المخصصة لهذه المشاريع ومبالغ تفوق الخمسمائة مليار دولار هذا المبلغ يعني مهول في هذه المصانع وإياد عام عدنا ثروات معادن أولية نعم عدنا ثروات وعدنا مواد أولية عدنا السلكة والكبريت والفوصفات والبترول وكل هذه هي قابلة أن تكون صناعات تحويلية وعلى كل حال كل هذا أهدرت وذهبنا برتمين لغرض يعني إرضاء الجانب الأمريكي والرؤية الأمريكية والسفر الأمريكية من يقف وراء عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية فيما يتعلق باتفاقية خور عبد الله يعني هي ذات الجهات المستفيدة الضغط الضغط القليمي والضغط الأمريكي وحقيقة كل هذه الجهات وحتى الجهات سياسية داخلية هي تريد عدم تطبيق هذا الأمر شوف نلاحظ هسا بشكل واضح نلاحظ التجاوزات الكويتية على الآبار النفطية والكويت على الحد العراقي الفاصل العراقي الكويتي هسا تحفر آبار وتأخذ النفط وتصدر يوميا قرابة 900 ألف برميل يوميا من هذا النفط وهذا النفط حق مشترك بيننا وبينهم طيب ما لاحظنا لا وزارة خارجية ولا جهات سياسية تحدثوا هذا الموضوع يعني لم تدين نعم لا إدانة ولا طلب إيقاف ولا غير هذه الأمور على كل حال بعد الإعلان عن الاتفاقية بين قطر والإمارات وتركيا كانت هناك تصريحات غاضبة من الجانب الكويتي فيما يتعلق بقضية طريق التنمية لماذا؟ يعني هما هسا كانوا متأملين أن يكون الربط السككي يعني مباشر من قبلهم وفق المعطيات التي موجودة ومدة الإنجاز المشاريع نفق المغمور وطريق الرابط وتشغيل الميناء وغير من هذه الأمور أنا أتوقع أن يكون يعني سيكون هناك ربط وهذا الامتعاض امتعاض مؤقت وامتعاض يعني حقيقة أنا أشكك بمصداقيته وستثبت هذه الأيام المقبلة أن هذا الامتعاض هو مفتعل وامتعاض يعني شكلي مجرد ما رأيك بالبيان المشترك الذي صدر بعد لقاء الملك عبدالله بأمير الكويت فيما يتعلق بموقف العراق من اتفاقية خورة عبدالله يعني هو هذا موقف الدول الخليج موقف دول الخليج ثابت وكم الضغط السياسي الذي يتبعون إزاء يعني إنهاء عمل أو إطلالتنا البحرية أو الضغط بهذا الأمور على حساب على حساب يعني يتوقعون من مردودات حقيقة من مردودات اقتصادية ويسلبوها من العراق من حق العراق ويسلبوها من العراق لكن الكويت مستمرة بالتحشيد إعلاميا فيما يتعلق بقضية الاتفاقية اتفاقية خورة عبدالله في حين الخارجية العراقية ما شفنا أي موقف تجاه هذا الموضوع احنا كسبنا الدعوة بمحكمة الاتحادية واصدر القرار ولكن إلى هذه اللحظة كوزارة الخارجية العراقية ما أدت دورها لذلك تشوفون التحشيد ويشوفون يعني محاولات الانتصار عن الجانب الكويتي يعني لماذا لأن موقفنا غير واضح المعالم الكتل السياسية والنخاب يحتاج مع الاقتصاد العام هل تعتقد لو صاير بيان من رئيس الوزراء السوداني مع أي رئيس دولة مجاورة كان الكويت سكتت عن هذا الموضوع مؤكد وهذا اللي نتساءل عنه ليش دائما احنا مواقفنا يعني تكون متأخرة أو حتى يعني مواقف بسيطة وغير معتد بيها والأسف يعني اللاحظ يعني وزارة الخارجية هي بوادي والعراق بوادي آخر ما هي قصة ميناء المعقل وما مدى صحة تحويل جزء منه إلى أماكن ترفيهية لا هو مو جزء من عنده هو مؤجر من عنده جزء مؤجر من عنده جزء بثمن بخص مثل ما هي يشار إليه أصلا يعني قرابة السبعة وعشرين دونم من ميناء المعقل أجر لمبالغ هزيلة ستين مليون دينار سنويا وهذا يعني هدر للمال العام وهدر واضح وصريح على اعتبار هذا الموقع موقع استراتيجي ويعمل هذا السبعة وعشرين دونم خارج تخصص عمل الشركة العامة للموانئ وهذا مخالفة أخرى وصريحة وواضحة على اعتبار هذه ملكية الشركة العامة للموانئ لابد أن تعمل ضمن التخصص بأي عمل كان استثماري اقتصادي غيرها حتى بعمل مع شركات أخرى لابد أن يكون ضمن التخصص اللي لاحظناها حقيقة وللأسف هي هذه كم التجاوزات وكيفية التعاقدات ومزاجية الإدارة العامة بالموانئ ذهبت إلى طرح هذا المشروع ومحاولة ذهاب به إلى جعل مرفق سياحي ومرفق سياحي وليش سويت نفق المغمور لكن هو متوقف متوقف حاليا صحيح أنت ليش ذهبت إلى نفق المغمور نفق المغمور للمحافظة على مستوى واحد من البحر لغرض مرور البواخر والسفن إذن البواخر والسفن المن تمر غير الميناء الموانئ موجودة فعليا خاطر مضيت بجدوى اقتصادية إلى إنشاء نفق المغمور بـ 820 مليون دولار مليار دولار لشوية شن الجدوى من هذا لماذا حاولت إلى جسور لماذا حاولت إلى جسر والسفن الطبيعية الصغيرة المتوسطة تمر من تحت الجسر من الذي وقع هذه العقود أغلب هذه العقود هي اللي وقعت بزمن هذه الإدارة في إدارة السيد الفرطوسي نعم خلينا أخذ فاصل سيادة النائب فاصل أعزائي المشاهدين وراجعين مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد مرحبا بكم سيادة النائب مرحبا بكم خلينا نغادر ملف الموانئ كون شائك ندخل شوية بالملف السياسي موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد لحد الآن لم يرى النور برأيك من يتحمل مسؤولية كل هذا التأخير بعد الأمر يتحمل مسؤوليته هي القوات السنية على اعتبار هو منصب إلى المكون السني ومنصب حصري لهم وفق التوافقات أما وفق الدستور لا وفق التوافقات والعرف السياسي القائم بس وفق العرف السياسي البعض يحمل المسؤولية للإطار التنسيقي يعني الإطار التنسيقي احنا ما توافق والسنة على الشخصية ورفضناها غير يتوافقون على الشخصية الخلل وين كان الخلل كان بعد إقالة السيد الحلبوسي جرى العرف أن يذهب إلى اتجاه انتخاب رئيس مجلس جيد عرضت فتحت باب الترشيح ورشح الأخوان أنفسهم صار أكو اختلافات وصار كلام ومطلعين العراقين كلهم مطلعين على اللي يجرى في ذاك الوقت على كل حال اللي بعدها انسحب السيد شعلان الكريم من قضية الترشيح والمحكمة الاتحادية قالت أمضوا بإجراءاتكم نمضي بإجراءاتنا نستمر بالانتخابات بعدين طالبت التقدم وحلفاءها طالبوا بأن نفتح باب الترشيح من جديد وهنا مخالف للدستور ومخالف للنظام الداخلي نظام الداخلي طالبوا بتعديل النظام الداخلي رفضوا التعديل نحن ما رفضنا عن نفسنا على اعتبار قلنا براحتكم ومشون اللي يصب بمصلحة أن يمشي تسير مركبة العملية السياسية لا بأس بالفعل طلبوا توقيع وقعنا طلبوا تصويت صوتنا داخل مجلس النواب وما عندنا مشكلة الأخوة حال حاضر اللي موجودين يعني المرشحين هو سيد محمود المشهداني وسيد سالم عيساوي وعمر عبد الجبار وتصور أحد المرشحين بعد يعني هو منسحب دكتور عبد الرحيم الشمالي يعني منسحب انسحابه مشروطة نعم على كل حال هذا الموضوع موضوعة الرئاسة إلى هذه اللحظة هي بجانب المكون السني صار أكو اختلاف وخلل بالتوازن بالتوازن القوة ما بين المكونات الكتل السنية لذلك هو هذا هنا الخلل انتقال عدد من النواب إلى كتل أخرى وتغيير هذه الخارطة هي اللي كانت السبب بتأخير تسميتهم لمرشح لكن كان أكو اجتماع قبل أيام لإدارة الدولة وناقشوا هذا الموضوع وين وصلت هذه المباحثات يعني المباحثات هي إصرار جانب الكتل التقدم على أن الحصة تكون من ضمن من ضمن حصتهم حصة التقدم الكتل الأخرى تشير إلى وجود اختلاف بالتوازنات فيتحفظون على هذا الإصرار لذلك كل هذا وأشباهها هو مشكلة التأخير أما التأخير يمن الجانب الشيعي لا لو كانوا سنة متفقين مجمعين على مرشح أو مرشحين نذهب للتصويت باليوم المقبل تعتقد أكو تدخل خارجي في قضية انتخاب رئيس المجلس بالتأكيد هو اللي أخر كل اللي خل الوقت يمضي هو أخر وأخفق بنفس الوقت أخفق أن يوصل إلى يوصل القوى السنية إلى أخر الوضعية على اعتبار أن هو يحتاج إلى لملمة أوراقهم وعجز عن لملمة أوراقهم لذلك أخفق تماما ما تعتقد هذا التأخير سينعكس على تطبيق البرنامج الحكومي على التصويت على جداول الموازنة على كثير من الأمور المهمة التي تمس الشارع داخل قبة البرلمان بالعكس يعني أنا أشوف قضية هذه لابد طالما البرلمان بهذه الشاكلة ومنسجن مع الوضع الحكومي ما يعطل فد أمر معين على العكس لو كان هناك درلمان معارض أو ملاحظ على كل صغيرة وكبيرة تجريها الحكومة يصير إجراءات تعطيلها على العكس اليوم نحن عندنا الموازنة ما متعطلة بداخل قبة مجلس النواب وما عندنا مناكفات عليها على العكس كل مجلس النواب ينتظر جداول الموازنة لغرض الإطلاع عليها والتصويت على الموازنة وإقرارها نتحدث شو إيسيات الناب عن العلاقة بين بغداد وبين أربيل العلاقة المالية والاقتصادية بين المركز والإقليم غير مفهومة يعني إحنا ما نعرف حجم الأموال اللي تحول إلى الإقليم بنفس الوقت ما نعرف حجم إرادات الإقليم يعني حجم إرادات الإقليم بغير النفطية توازي أو تضاع أضعاف الواردات اللي موجودة بكل المحافظات العراق الأخرى ثلاث محافظات هي أضعاف أضعاف الموازنات غير الواردات غير النفطية هذه الواردات اللي موجودة بس بالإقليم نرجع ما عدنا حسابات ما عدنا حسابات معهم على اعتبار أن هم إلى هذه اللحظة لم يوفوا بفقرات اللي وردت بقانون الموازنة أن يكون العائدات والواردات النفطية وغير النفطية كلها تعود إلى حكومة المركز وتصرف من قبلهم الآن الحسابات تضعون بس بيانات كيف يتم تحويل أموال لهم إذا هم ما الضاغط السياسي سيدة الفاضلة الضاغط السياسي فاعل والضاغط الإقليمي فاعل والشأن الإقليمي على مجريات العملية السياسية هو الضاغط الفعلي وهو المستحكم مع وجود قرارات المحكمة الاتحادية التي تحد من إطلاق الرواتب الموظفي الإقليم إلا بعد توطينها الضاغط سياسي ذهب بإجراءاتنا بعيد عن قرارات أو بعيد عن قرارات المحكمة الاتحادية وهذا أمر اقتصاديا مخالف إذن إحنا عدنا إلى هذه اللحظة لم تضبط القوى أو الإقليم حكومة الإقليم المنافذ وفق ما قرر وما شرع في قانون موازنة مجلس النواب وين من كل هذا مجلس النواب لما يكون صديق الحكومة بعد يعني يكون هذه المؤشرات التي تذكرها فيما يتعلق بقضية واردات المنافذ الحدودية وغيرها يعني المنافذ وغير هاي الأمور نتحدث بها ولكن هذا كلام إنشائي بالتطبيق ما إلى وجود على اعتبار على اعتبار أن الحكومة ماضية بإرسال المبالغ المالية وهذا مخالف للقانون الموازنة ومخالف القانون المحكمة الاتحادية عدم رسال الواردات وبيانات الواردات من قبل الحكومة الإقليم إلى الحكومة المركزية أهم مخالف وكل هذه المخالفات وهي ماضية بهذه التشريعات يتسألون هسا عن ليش ما نضبط احنا كحكومة المركز ونعيد النقاط القمرقية واللي كانت ما بينه وبين الأقليم النقاط هذه تضمن ورود بضائع سليمة وتضمن وصول ضبط الأسواق العراقية على اعتبار هسا الذي يجينا من بضائع تجينا بأقل الأثمان وتجينا حقيقة تأثر على المنتج المحلي وقانون حماية المنتج الذي موجود عندنا أي بضائع يدخل يدخل من الأقليم بأريحية تامة وهي مغايرة لما تكون رؤية الحكومة المركزية وهذا هدم للاقتصاد البلد لماذا لم يتم العمل بكل هذه النقاط التي تفضلت فيه هو هذا الخلل الذي نتحدث شوية لبالما يكون صداقة والصداقة سيتأثر سأستغل وجودك بالحلقة كيف تفسر ردات الفعل الدولية وحتى المحلية ضد قانون مكافحة البغاء حقيقة أنا أنظر من جانب منظر وطني ومنظر عقائدي يعني ما تهمنا هذا كثر اللغة التي أثارت السفيرة ولا الدول التي هي حقيقة نددت بتشريح هذا القانون على الاعتبار أن دولة لا قائمة على اقتصاد سياحي والسياحة التي اعتمدونها هم بدولهم هذه السياحة السلبية حقيقة ننقى بأنفسنا على اعتبار دولة قائمة على دين إسلامي ودستور قائمة على الدين الإسلامي هو الدين الحاكم إذن تباوع على امتعاضهم وتهديدهم بالجانب الاقتصادي هو هذا اللي نتحدث عنه سابقا تحدثنا على أن هم ضاغطين على الأوراق الاقتصادية وماسكين الأوراق الاقتصادية وماسكين يستخدموها لأوراق ضاقط سياسية نفس الحالة هم هدد وهم رح يؤثر على اقتصاد البلد وراح ما عندي اقتصاد ما عندي سياحة مثل ما يسموهم السياحة الجنسية وغيرها وكثير من الدول شكروا هذه التجمعات السلبية شكرهم بأن هم يدعمون الاقتصاد البلد رؤساء الدول عدهم يشكرهم احنا قائمين على ثوابت عقائدية وثوابت اسلامية واخلاق اجتماعيا نحافظ على هذا النسيز برغبتهم تفكيك هذا المجتمع ورغبتهم ان يصنعون دين للكرة الارضية يدان بجميع ودين هذا هو يصنعون بأنفسهم ونكون احنا نلتحق بهذا الدين مالتهم الجديد ونكيف ديننا مع دينهم هذا امر يعني يرفض المجتمع تماما حتى وان ضغطوا اقتصاديا سابقا ضغطوا امنيا ما اتروا علينا بداعش وغير داعش وهذه الصبحات وغير قاعدة وغير قاعدة هل سيضغطون علينا بقضية اقتصاد ما اقتصاد لا يعني ما اتصور ان راح ننثني والأمر طبيعي واللي يمتعد خلي يمتعد الراحته انا اشكر حضرتك سيات النائب على هذا الحوار شكرا لكم اعزائي المشاهدين التقيكم في حلقات مقبلة الى اللقاء اشتركوا في القناة